النهاردة على سبيل المثال الرئيس تتكلم على توطين صناعة ايه؟ صح؟ الأطراط فاكري احنا كان زمان عندنا يقولك القطر المجري لانه كنا بنستورده من المجر المجر معروف انها من البلاد الكبيرة والمهمة في تصنيع القطارات لكن خليني هرجعك بقى على زيارة النهاردة نتناولها بالرح النهاردة زي ما حضراتنا كلنا عارفين استقبل فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في أصل الاتحادية رئيس الوزراء المجري بكتور أوربن طيب بكتور أوربن يقوم بزيارة مصر لمدة ثلاثة أيام في جلسة مباحاتات منفاردة ما بين فخامة رئيس السيسي ورئيس الوزراء المجري بعد كده الجلسة تم توسعتها وضمت بقى الوفود الوفد المصري من جانبنا والوفد المجري من جانبه بعد كده بقى فيه الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر واللي بيمثل إطار لرفع مستوى العلاقة ما بين البلدين الصديقتين للمستوى الرفيع الصعوب بها للمستوى الرفيع وأعقب الإعلان ده مرسم التوقيع على مجموعة بقى من مذكرات التفاهم ما بين مصر والمجر في قطاعات التعليم والتدريب في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية واحد اتنين الشباب والرياضة تلاتة ويمكن الرئيس تتكلم على الجزء ده بالتحديد وشكر المجر على رفع عدد المنح الدراسية جامعية وما بعد الجامعية لتصل إلى 200 منح ده برنامج المنح الدراسية المجرية في المؤتمر الصحفي المشترك أكد فخامة رئيس السيسي أن الإعلان عن ترفيع العلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية جاي بعد ما وصلنا كبلدين إلى تفاهم مشترك واحترام متبادل فضلا عن توافق سياسي إذا الكثير من القضايا الدولية ودي فيها لسه حتة قدام هنجيلكوا عن ده بالإضافة إلى أنه العلاقات الثنائية والثنائية الاقتصادية ما بين البلدين علاقة ممتازة خصوصا خد بالك بقى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعني صناعة اشتركوا في القناة